أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قل الشيء اللي هو ذكاه يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله عليه من ربي أفضل الصلاة وأتم السلام الحديث أيها الأحبة سيكون عن هذا المقطع أو بدايته من الآية الخامسة بعد المائتين من سورة البقرة سنستمر في الدروس أو في اللقاءات الأربع إلى الآية الرابعة والسبعين أو الخامسة والسبعين بعد المائتين ابتدأت هذه الآيات بقول الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وقبل الشروع في الحديث عن الآية أريد أن أتحدث حديثًا مجملاً عن سورة البقرة أرجو أن يكون لنا مزيدٌ من التأمُّل حول هذا الربط بين هذه الآية والسورة كلها السورة أيها الأحبة ونحن في هذا المقطع ومن الناس ولعلكم لحظتم أنه في المقطع السابق الذي كان فيه أحد المشايخ الفضل قبل في الأسبوع الماضي انتهى عنده أيضًا جاء قول الله سبحانه وتعالى ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق فتكرَّر في هذه السورة عدد من المواضع يتبين فيها حال الناس في عباداتهم وفي قبولهم للأمر والنهي وحالهم مع البعث وهذه السورة وأرجو أن نلتفت إلى هذا افتتحت بقول الله سبحانه وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب بدأت في ذكر أصناف الناس من المؤمن بالغيب والمتقي ثم ثم ثنت ولم ثم ثنت بعد ذلك ولم تُطِل بأحوال الكافرين ثم أطالت وفصلت في أحوال المنافقين ثم سارت الآيات أيضًا ومرَّة بعد آياتٍ قليلة ضربوا المثل للناس فكان الناس في هذا المثل على شقَّين منهم من يقولوا ماذا أراد الله بهذا مثلًا ومنهم من آمل بهذا المثل ثم بعد ذلك أيضًا سارت الآيات لتُبين لنا قصَّة آدم وموقف الملائكة ثم موقف الشيطان وكلُّها أحوال ثم أيضًا جاءت قصص أخرى في بيان حالي بني إسرائيل وجاءت قصَّة بني إسرائيل واستغرقت ما يقرب من بقية الجزء إلى نهاية الجزء الأول في بيان قبول بني إسرائيل وأحوالهم في قبولهم لأمر نبيهم ونهيه وشرعه وتردُده ومعارضته ومعارضهم له كل هذا في بيان تلك القصة التي كُرِّرت قصة موسى وبني إسرائيل ثم جاءت تلك الصورة المشرقة في الامتثال لأمر الله عز وجل وهي قصة أبونا إبراهيم وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات كيف أن إبراهيم وإسماعيل في طاعتهم لله عز وجل وهم القدوة ثم سارت بعد ذلك الآيات وفي ثناياها جاء الأمر من بداية الجزء الأول من قول الله سبحانه وتعالى سيقول السفهاء من الناس شغب واعتراض كثير من المنافقين على تولي القبلة ثم قال الله سبحانه وتعالى في ثناياها ولكل وجهة وموليها إذن السورة كأنها تعالج وتبين قضية في أحوال الناس في قبولهم وردهم وتلكؤهم في الأمر والنهي وخاصة أن السورة مدنية وجاء فيها كثير من التفريعات والتشريعات فجاءت بتلك المقدمات وبيان لأحوال الناس وأصنافهم بل إن السورة أيضاً تسير لتبين أحوال الناس أيضاً في محبة الله ومن الناس والذين يقول الله سبحانه وتعالى في قوله والذين آمنوا أشد حباً لله ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حباً لله ثم ذكرت أيضاً صنف من أصناف الناس وهم العلماء وأمرتهم بالبلاغ والبيان في هذا الأمر وحرمة كتم العلم ثم بعد ذلك جاءت جملة من التفريعات والتفريعات على نوعين جاءت تفريعات عامة في النصف الثاني من الجزء الأول من قصص من ذكر القصاص وذكر الحج والصيام والوصية ثم بعد ذلك ثنت في الجزء أو في أواخر الجزء الثاني على أحكام جملة من أحكام الأسرة من الإلاء والطلاق وغيرها من الأحكام كأن الآية ترشد ونحن سنبتدئ الآن في الآية التي معنا يقول الله سبحانه وتعالى بعد أن ثنت وإن كان كثير من المفسرين قالوا هي تعود لأقرب لأقرب مذكور وهو ومن الناس ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما لهم في الآخرة من خلاف لكن الحقيقة أن تتبع السورة بل يا أخوان حتى لو تأمننا في قصص الذين حاجوا في من أنكر البعث أو من تردد أو من كان قلبه مطمئن أيضا وفي قصة المتلكئين في أمر الجهات وكيف تميزوا على فريقين بل أختم ذلك أيضا بحال الناس مع المال وكيف يكون حال المال مع الناس مع المال وخاصة في السبع الأخير من الصورة ما هو حال الناس مع المال إما انفاق وإما أما منفق لله عز وجل إما متاجر مع الله وإما مرابي وإما تاجر للدنيا آية الدين وكأن أيضا بينها تقارب إما انفاق وتجارة مع الله وإما ربا وحرب وكلهم في مقام المال أحوال الناس في المال وكذلك الأخير وهو حال آية الدين والمدينة والبيع الشراء فإذن يا أخوان لو تأملنا ونظرنا إلى ما في السورة من وحدة نجد هذه الوحدة الموضعية التي يمكن قلما يلتفت إليها وبالذات في هذه السورة التي كثر فيها التشريعات والتفريعات طيب أعود إلى ما يكون الحديث فيه وعنه يقول الله سبحانه وتعالى ومن الناس ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ولاحظ أن الإعجاب هنا وقد ذكر في الآية بيان أن هذا المتحدث كلامه استحسن ليس استغرابا فقط بل يزيد عليه أنه استحسن ولذلك من شدة بلاغته وكما قال الله سبحانه وتعالى وإن يقولوا تسمع تسمع لقولهم فمن شدة الإعجاب به أنه أنه استحسن كلامه ومن الناس من يعجبك قوله لكن هذا الإعجاب إنما هو في الحياة الدنيا إنما هو في الحياة الدنيا وأما في الآخرة فعند الله تظهر الحقائق ويتجلى صدق الكلمات ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه أي أنه هو يتكلم وبهذا المنطق العجيب من الإقناع ومن حلاوة اللسان وقوة البيان كأنه يشعر في نفسه لأن قلبه فيه ما فيه فيشهد الله على ما في قلبه يشهد الله كأنه يقسم للناس ويقول لهم إني قلت هذا وعندي من الغير على الدين ومن الحب للدين ومن الخير ومن ومن فيقسم لهم بالله أنه صادق لأنه يشعر أن منطوق اللسان غير منطوق القلب فيأتي بهذه الشهادة ليؤكد ما عنده أيضاً من من البلاغة والقوة ولذلك يقول أهل العلم عند هذه الآية أنه ينبغي للمؤمن أن لا يغتر لا يغتر بالظواهر ولذا ذهب أهل العلم لأنه ينبغي اختبار والنظر والتدقيق في أحوال الشهداء وأنه لا يصدق القول إلا إذا تبع بالعمل ولذلك الضابط ولذلك قال الله عز وجل إذا أردتم أن تعرفوا أن هذا الذي يعجب قوله في الحياة الدنيا انظروا في أفعاله قال الله عز وجل في صفته ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا والصفة الثانية أنه ويشهد الله على ما في قلبه وإن كان بعض المفسرين قال ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا أن المراد أنه إذا تكلم في أمور الدنيا يحسنها كل الإحسان وإذا تكلم في أمور الآخرة يعني لا يأتي أو لا يعرف شيئاً منها يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا لكن هذا المعنى بعيد ولنبقى مع المعنى القريب وهو أنه يعجب من يسمعه بقوله فيخدع الناس بحسن منطقه وغيرته وحبه للدين لكن عياذا بالله هو إذا قال الله عز وجل في صفته الثالثة ما هي؟ وهو ألد الخصام وهو ألد الخصام يعني ألدت بمعنى ليست الخصومة العادية إنما شدة الخصومة شديد الخصومة هذه صفة من صفاته يعني إذا خاصم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فجر فهيضا أيضا في الخصومة لأنه ما يريد أحد أن يغلبه وهو ألد الخصام الصفة الثاء الرابعة التي ينبغي أن نضبط بها وأن ينبغي أن يكون أهل الإيمان عندهم حس وبصيرة ونظر ثاقب وفراسة أن ينظروا مع قوله في فعله وإذا تولى وإذا تولى سعى في الأرض تولى تولى من ظاهر الآية أن معناه انصرف أو أدبر أدبر انتهى القول فأدبر إلى العمل وقيل كما رجحه بعض المفسرين وقد يكون له شيء من القوة كما رجحه محمد عبد في المنار في تفسيره ونقله عنه محمد عبده ونقله عنه رشيد رضا في المنار ونقله أيضا عنه القاسمي وإذا تولى سعى في الأرض أن الولاية هنا بمعنى السلطة أنه إذا تولى الولاية ليست التولى إنما الذهاب إنما هي إذا تولى وأمر ونهى وصارت له السلطة والأمر والنهي عياذا بالله ظهر ما يخالف ذاك القول الجميل والغيرة والمنطق الذي أعجب به الناس نعود للمعنى الأول وهو الأشهر والأكثر عند المفسرين وإذا تولى أدبر وإذا تولى سعى العجيب سعى ما هو بذهب والسعي معناه الإسراع الحثيث عياذا بالله وإذا تولى سعى أسرع في الفساد ليس مسيرا عاديا يعني مع هذا المنطق الجميل لكنه لجد في خصومته وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرض والنسل إذن أفعاله تخالف أقواله بل تخالفها في مقابلة عجيبة بين قول في غاية الحسن والمنطق والأخذ بالألباب وبين فعل وبين فعل فيه من الانحراب بل والسعي في الانحراب والإفساد وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل طبعا قيل في سبب نزولها أنه نزلت في الأخنس الثقفي وأنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأظهر الإسلام ثم لما خرج من عند النبي خرج وكان يخفي في قلبه ما لا يظهره وأحرق بعض الزروع لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب تولى سعى في الأرض ليفسد فيها والسير على غير منهج الله فساد كائنا ما كان هذا المسير لأن أهل النفاق إذا قيل لهم لا تفسدوا قالوا إنما نحن نصلحون كما أخبر الله عن حال الناس في أول السورة فإذا قيل لهم ولذلك هم يتصورون أنهم يصلحون فقال الله وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل وهو بفساده سواء كان تولى وكانت له من القوة ما كانت وبالمناسبة بعض المفسرين أيضا كما قلت لكم في مسألة التولي قال يظهر أيضا مما يرجح أن التولي بمعنى الولاية طبعا صغرت هذه الولاية أو كبرت قد تكون ولاية صغيرة أو متوسطة أو كبيرة لأنه إذا تولى دلالة الولاية قال وإذا قيل اتق الله خدت العزة بالإذن فكونه عزيز معناته عزيز في عزة يعني هذا مرجح من خلال الآية على من ذهب من المفسرين للقول الثاني ونعود للقول الأول وهو أنه إذا تولى أدبر وأصبح لا يرى خالف فعله قوله وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس بهذا الانحراف فهو بانحرافه هذا أظهر الفساد بل بدعوته لهذا بل ليس مسيره العادي إنما بسعيه وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والمراد بالحرث الزرع والنسل هو ما نتج من البهائم لأن البهائم أيضا تكون على الزروع وإذا تولى سعى في الأرض ليسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد أيضا من الصفة الأخيرة له وإذا قيل له اتق الله وهذا يلدلكم على لدد خصومته وعلى بعده عن قوله وإذا قيل معنا المسألة قول وإذا قيل له اتق الله والمراد هنا بتقوى الله أي سر على منهج الله لأنه الآن بفساده هذا وسعيه بالفساد انحرف عن منهج الله عز وجل وتصور أن ما عنده من أفكار وما عنده من طروحات وما عنده من حلول أحسن وأفضل مما جاء من عند الله عز وجل فيقال له اتق الله عد إلى منهج الله وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم قال الله عز وجل في الكافرين بل الذين كفروا في عزة لكن وشقاء وهنا أخذته العزة ليست العزة المحمودة ولله العزة ولرسوله إنما أخذته العزة متلبسة بالإثم وبئسة العزة تعزز أن مثله كيف يؤمر وخاصة إذا كان متولي أو قد يكون أيضا معناها لأن منطقه جميل وعنده من الفصاحة والبيان وعنده من العلم في ظاهر الحياة الدنيا ما يجعل منطقه غير منطق العام أو منطق الذين يأمرونه فإذا قيل له تصور أن ما عنده مما أتقنه من المنطوق ومن الكلام ومن السفسطة أن هؤلاء الذين يقولون له اتق الله أقل منه لا يصلح أن يأمروه وينهوه فازداد بغيا على بغية أخذته العزة وليست أي عزة إنما العزة الآثمة أخذته العزة بالإذن قال سبحانه وتعالى فحسبه يكفيه جهنم بئس المصير لا وبئس المهاد حصل جهنم ليست مهاد ولا محل لكن احتقارا له وسخرية به لأنه جاء في مقام العزة فجُعل جزاؤه جهنم والمهاد له من هذه النار هذا حال من الناس وأرجو أن نلتفت إلى هذا الحال وأن لا نغتر بظواهر الناس كائنما كانوا حتى لو كان ظاهرهم من الصلاح فنفتش في أحوالهم وصدقهم في أفعالهم القول يصدق يصدقه الفعل فإن لم يصدقه الفعل فالغالب أن قوله يعتريه ما يعتريه من كثرة مخالفة كل ما ازداد الفعل مخالفة للقول فلا تلتفت كثيرا إلى هذا القول ولا ما يقترحه هذا القائل قال سبحانه وتعالى بعد ذلك ومن الناس من يشري نفسه انظروا للمفارقة ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا وهنا ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله جاء في التفسير عند الطبر مسندا عن علي رضي الله عنه وهذا من فقه علي رضي الله عنه قال لما قرأ هاتين الآيتين قال علي رضي الله عنه اقتتلا ورب الكعبة من هم من هم المقتتلين هذا الذي يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويسعى في الفساد والذي يشري نفسه ابتغاء مرضات الله فرق كبير ولذلك الآية كأنها ترسم أرض المناهج وأعلى المناهج كما أنه قلت لكم في قصة جاءت قصة إبراهيم ابتلاء إبراهيم نموذج أيضا قدوة ومن الناس يعني ليس كل الناس على هذه الحالة السيئة الرديئة لا هناك هناك ناس في غاية من البذل لدين الله عز وجل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله ويشري بمعنى يبيع وهي من الأضدات ومن الناس من يشري نفسه شراء النفس باعها لله عز وجل ولذلك وشروه بثمن بخص يعني باعوه فالبيع والشراء بمعضد أمام ووراء من الأضدات ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء باع نفسه لله عز وجل ابتغاء مرات الله أفلح قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله ينبغي أن يكون كل ما فينا لله الصلاة والنسك وأيضا المحيا والممات نبيع هذه النفس لله عز وجل وربح البيع ولذلك وقال في قصتها أنها جاءت في صهيب الرومي أنه لما قدم إلى مكة لم يكن عنده مال وتهاجر وأصبح عنده مال كثير فأراد أن يهاجر فتبعوه وكان أيضا راميا فنزل من على دابته ومعه النبل وقال تعلمون أني رامي ومعي السيف سأرمي بهذا الرمي عليكم وأنتم تتبعوني وقاتل بهذا السيف ثم قال رضي الله عنه ألا أدلكم على خير من هذا خذوا مالي تأخذوا مالي وتدعوني قالوا نعم كل مالك يا صهيب فتنازل عنهم عن المال كله بس أن يدعوه ويتركوه يهاجر فهاجر ولما لقيه عمر على أبواب المدينة قال ربح البيع ربح البيع ربح البيع ثم قابل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه ربح البيع يا صهيف يقال أن هذه الآية نزلت فيه لكن العبرة كما قلنا بعموم السبب لا بخصوصه ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله وبالمناسبة في قوله سبحانه وتعالى وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإذن ذكر بعض المفسرين قصة طريفة وطري بها المقام أن هارون الرشيد كان يتردد عليه أحد النصارى فلم يقابله ومكث طويلاً لم يقابله أيام بل قيل سنة وهارون لا يعلم به ولما صادف هارون ورأاه جاء يجري لهارون وقال له يا أمير المؤمنين مع أنه هو مسلم قال يا أمير المؤمنين اتق الله فما كان من هارون وعرف أنه عنده من الحنق والغضب فما كان منه إلا أن نزل وبدأ يستمع إليه وقال إني لما سمعت قوله اتق الله تذكرت قول الله عز وجل ومن الناس وإذا قيل له اتق الله قد تلعزة بالإذن فخشيت أن تنطبق عليه يعني مع أنه أمير المؤمنين وخاف هذا الذي يقوله من عامة الناس بل إنه من غير المسلمين ومع ذلك توقف عند هذا الأمر وتذكر هذه الآية فينبغي لنا إذا قيل لنا اتق الله عز وجل أن نتذكر مثل هذه الصفة وأن نرعوي قيلت للنبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله إذن يقول الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد وهنا رؤوف بالعباد ختامها أن الذي باع نفسه لله عز وجل الله رؤوف به وبأمثاله الله عز وجل يعني وهو يأمرنا بالأوامر وينهانا عن النواهي في النهي انتهوا عن كل شيء وفي الأمر اعتمروا بما تستطيعون فلم يكلفن الله عز وجل شططا ولذلك قال الله عز وجل مع أن هذا باع نفسه لله ولكن الله سبحانه وتعالى رؤوف بالعباد ويجزي على هذا البيع والشراء الشيء الكثير ثم قال قال الله عز وجل بعد بعد أن بيّن صنفين من الناس بيّن صنفين صنف الأرض وصنف الأحسن قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ادخلوا في السلم كافة وما العلاقة هنا ادخلوا في السلم أي في الإسلام خذوا الإسلام كله بكل شرائعه لا تأخذوا بعضا وتتركوا بعضا كما فعل بني إسرائيل ولذلك لأنه سيأتي أيضا تفريعات جزئيات وأمور دقيقة في مسائل الصيام مسائل الحج مسائل النكاح مسائل الطلاق فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا يعني انحراف انحراف الذي انحرف من ماذا نترك هذا السلم وفوز هذا اللي فاز لأنه دخل في السلم كافة فقال الله عنه يا أيها الذين آمنوا ولذلك بدي يا أخوان لو كم كل واحد معكم مع مصحف لأنه يتبع معنا عشان يضبط لو كل واحد أمامها المصحف قال الله عز وجل بعد هاتين الآيتين قال يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة وقلت كافة يعني كأن الآية تشير إلى وهي مقدمة تشير لأنه ينبغي لكم أن تدخلوا في شرائع الإسلام كلها ولا تأخذوا ببعض وقيل ادخلوا في السلم كافة قيل أنها نزلت يعني في أهل الإسلام ادخلوا جميعا في التطاوع والإسلام وقيل أنها نزلت في بعض من آمن من أهل الكتاب كعبد الله بن السلام عبد الله بن السلام كان آمن لكن بقي في نفسه بقية من تعظيمه اليوم السبت وفي كراهيته للحم الإبل في إحلاله فقيل ادخلوا في السلم كافة يعني ادخلوا في كل شرائع الإسلام وقيل وهو قول أضعف الأقوال رؤية عن قتاده وإما كثير مفسرين من السلف فلم يروع عنه هذا القول رؤية عن قتاده مثل قول الجمهور ادخلوا في السلم كافة في تشريعاته كلها ورؤية عنه أن المراد به الموادعة والمسالمة ادخلوا في السلم يعني في الموادعة والعجيب من كثير من الناس يأخذ هذا المعنى الضعيف أو الأقل شهرة ويحسب أن الآية تقصده والآية الأساس أنها تقصد الإسلام ولا تقصد الموادع والسلام وإن كانت آيات أخرى بل إن ابن جرير الطبي رد هذا القول الذي يقول أن السلم هنا بمعنى الموادعة وعدم الحرب لا قال لأن الإسلام لم يأمر به ابتداءا يمكن لذا جنحوا للسلم فجنح لها طبعا والسلم بالكسر وبالفتح قيل هم لغاتان مختلفتان وقيل بالكسر هي الإسلام وبالفتح الموادعة لكن كما قلت لكم ابن جرير رد على القول هذا أنها الموادعة وقال إن الله سبحانه وتعالى في مسألة قال الله ولا تهنوا وتدعو للسلم فالله سبحانه وتعالى نهى عن الموادعة وطلب للسلام أما إذا هم طلبوا وإن جنحوا للسلم للطلب منهم فلا بأس بذلك وإن كانت تختلف في حوال المسلمين هذا ليس مقام الحديث عنها لكن أقصد في هذه الآية فينصرف المعنى للمعنى الأشهر والأثر والذي عليه جماهير المفسرين من أن المراد به الإسلام كله يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة طيب ما الذي يجعلنا نتلكأ في بعض في بعض هذا الدخول ما الذي يجعلنا بعض الحيان نتقاعس في دخولنا ولا تتبعوا خطوات الشيطان ولا تتبعوا خطوات الشيطان الشيطان يخطو بنا خطوات والعجيب أن كثير من الناس يتبعون الشيطان مع أن الله في أكثر من آية أكد أنه عدو وليست العداوة مخفية بل بينة خطوات الشيطان الشيطان يخطو بالناس كلهم يأتي للناس من باب الكفر كلهم ويحرص أن يبقوا في الكفر فإن أسلموا أو آمنوا جاءهم من باب الشرك فإن كانوا من أهل التوحيد ما استطاع خطى لهم خطوة الكبائر فإن كانوا من أهل قوة الإيمان والصلاح خطلهم خطوة من باب الصغائر فإن كانوا أيضا عندهم من الصلابة ما تمنعهم من الوقوع في ذلك وقبل ذلك قبل الدخول في الكبائر يقول بالقيم رحمه الله يأتيهم بعد إن لم يستطع عليهم في باب الشرك كانوا أهل توحيد جاءهم من باب البدعة حتى يحرفهم وإن لم يستطع عليهم من باب البدعة جاءهم من باب الكبائر فإن لم يستطع من باب الكبائر جاءهم من باب الصغائر واحتقار الذنوب حتى تهلك العبد فإن ما استطع من باب الصغائر جاءهم من باب الإشغال بالفاضل عن المفضول والإشغال بالسنة عن الواجب إذن لا يمكن الشيطان يأتي للعابد من باب العبادة ويأتي للزاهد من باب الزهد ويأتي للتاجر من باب التجارة وللعالم كل واحد يأتيه بما يناسبه ولذلك قال ثم لآتي أنه من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم فله مداخل وله خطوات ونحضر من خطوات الشيطان إذن يقول الله سبحانه وتعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان وانظروا ختام الآية في التأكيد إنه لكم بليس لغيركم لكم مؤكدات إنه لكم ثم عدو والعداوة تبينه أفتتخذونه وذرية أولياء من دوني وهم لكم عدو يعني الله سبحانه وتعالى يعيب وتأتي الآيات تؤكد هذا المعنى إنه لكم عدو مبين ثم قال سبحانه وتعالى بعد أن أمر بالدخول في السلم والإسلام كافة بكل تفريعات الإسلام بكل أصوله وفروعه قال ونهى عن خطوات الشيطان فإن زللتم فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات وهنا الزلل الزلل ليس الخطأ العادي أن زلت القدم ولذلك لاحظوا أن الختام في الآية ما هو غفور رحيم ولا تواب حكيم ما هو الختام ويمكن بعض الإخوان الحفاظ يلبس عليهم وقد يخلطون في هذه الآية فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات قد يخطيقوا فإن الله غفور رحيم تواب رحيم فإن الله عزيز لأن أولا لاحظوا أن الخطأ هنا الزلل في لغة العرب الزلة هي الخطأ الفاحش ومشكلة هذا الخطأ الفاحش إن كان جاء بعد مجيء البينات أوه هذا يعني يصبح يعني سوء على سوء أولا زلة وخطأ ليس يسيرا ثم بعد أن جاءت البينات وما هي بالغامضات جاءت البينات الواضحات فإن زللتم ولذلك الإنسان يحذر فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات ثم قدمت بقوله فاعلموا تخويف أن الله عزيز حكيم عزيز تبحت لكن حكيم وأنا وجدت قليل من فسير من أشار إلى السرف الحكيم قالوا كلاما عاما لكن نريد أن نتأمل في ذلك عزيز واضحة الختام بعزيز المعتاد أن آيات الذنب تختم بالغفران والرحمة وهنا غط ختمت بالعزة لأن العزة فيها قوة وتهديد بالانتقام فما دلالة هذا من يدل لا عزيز عرفناه طيب رحيم أريدكم تشاركم معي حكيم طيب حكيم فيما يستحق العقوبة نعم لكن له معنى ثاني أيضا لا هنا حكيم أيضا في هذه الصفة وخاصة كما قلت ادخلوا في السلم كافة أوامر كثيرة نواهي كثيرة أوامر في الأصول في الفروع في الدقائق في الطلاق في النكاح في كل شيء فيما حكم به أحسنت فيما حكمه وأمر به يعني أنتم تتملصون بعض الأحيان من الأمر لأن تستثخنون هذا الأمر لكن إذا علمت أن الذي فرض عليك هذا الحكم وأمرك بالدخول فيه في صغيره وكبيره حكيم ها إذن هو عزيز حكيم وأرجو أن نلتفت إلى ذلك فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم ثم قال سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجعنهم هل ينتظرون يوم القيامة؟ هل ينتظرون يوم القيامة؟ أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ هل ينظرون إلى هذا المصير وينتظرون هذا المصير وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور فكأنه أيضا تهديد بذاك اليوم ثم قال سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والبلائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور ثم قال سبحانه وتعالى سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة يعني أن بني إسرائيل في تلكؤهم في الأمر كانوا يطلبون الآيات إذا قيل لهم افعلوا أو لا تفعلوا تلكأوا ومع ذلك كان منهم من الإعراض ما كان فليست القضية أن يروا آية بينة عيانا حتى يأتمروا لكن الأصل هو استسلام وطاعة هذا القلب لله عز وجل وليست القضية قضية رؤية آيات ومعجزات فقد رأى بني إسرائيل من الآيات من العصى وغيرها من الآيات فلق البحر وغيرها من الآيات التي جاء بها موسى فقال الله عز وجل سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينه ومن يبدل نعمة الله من بعد والنعمة هنا ما هداهم الله عز وجل فيه والتحذير من الارتدات والانحراف أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن أراد الله بهم خيرا فقاهم الدين قل ما تسمعون وبالله التوفيق صلى الله وسلم على نبينا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخ في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر